وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء إن قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف بدع ربنا أنه يرزقني اليأس مما في أيدي الناس أني ما بنش أمال على حد يعني محتاجش حاجة من حد بدع ربنا بنقوله يعني أغننا بفضلك عم من سواك ايدعوا الدعوة دي يا جماعة مش محتاجين حاجة فأنت لو ما تقول مش محتاج حاجة من حد خالص يستوي عندك بقى المتح والزم اللي هيمدح شكرا واللي هيشتم برضو شكرا أنا حمش عايز منه حاجة لمتحه هيديك شهادة تأدير أو هيرفعك ولا زمه ليك حينقصك حاجة طالما ربنا رضي عنك معايا يبقى نسأل أنه يرضى عننا يرضى عننا خلاص فليرضى عن الناس أو فليغضبوا يعني خلاص بقى يعني مش هسعى لرضى حد إلى رضى ربنا ربنا رضي عنك خلاص طبعا الناس أكيد شريحة كبيرة من الناس هترضى عنك لأن ربنا بيرضى عن عبد بيخلي الناس تبقى رضي عنه طبعا دي جاحد يقول لي كل الناس أقول له لا مش كل الناس ما هو مش معقول كل الناس هتحبك هيطلع فيه منافقين وهيطلع فيه ناس منفسنين يعني غلي غلويين كده ده شيء طبيعي يعني شوف ازاي فنسأل الله السلام على أي حال أنا بقول للإنسان الجميل المحترم اللي بعت الرسالة ده لأنه دي قوة دي رسالة قوة إنه إنسان قوي إنه يكلم حد يقول له يعني سمحني إن أنا تكلمت عنك كلمة ده إنسان قوي ده إنسان أبي خف ربنا فأنا والله بشكره من أعماق قلبي وبطمنه بقول له لا أنت على عيني وراسي وأسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يثق الموازينك وإنه يسكنك الفردوس الأعلى وإنه يرزقك جوار سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لو رزقك جوار سيدنا النبي ده مش حينقص من أجرنا شيء وإحنا كمان يرزقنا جوار سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وإنه ناخد اتصال نقول سلام عليكم عليكم السلام وإحنا أطلاق بركاته الشيخنا حبيبي أهلا بيك يا ربا الله أكريمك منتظر من بدري وإنه عندي إنتاج والله يا شيخ عندك إيه حبيبي عندي إنتاج شغل يعني آه اتفضل يا حبيبي لا على راسي أنا آسف اتفضل ربنا ببارك لك الله يخليك شيخ بقول لحضرتك كان عندي سؤال أنا والديك تغسط من شهر كده الله يرحمها آمين يا رب العالمين هو ينفع كان ينفع أننا مثلا أصوم لها أصوم صيام أغرب لها آه ينفع وصلاة هي كان عليها الصيام يا حبيبي هي كالتعبانة أيوة يعني جاء عليها رمضان وأفطرت آه لا جاء عليها رمضان آه أفطرته طيب رمضانات اللي هي فطرتها أنتوا أطعمتوا مساكين عن كل يوم ولا الحج كان بيتعم آه يعني إذن خلاص يعني هي مسددة الفطورة كده معلاش حاجة ولو فيه لو فيه من مات وعليه الصيام صام عنه وليه ابنه بنته أي حد من المحيطين بيصوموا عنه طيب هل أصوم الشهر كله ولا إيه لو أنت مثلا أنت وأختك ولا أخوك وحبيتوا تقسموا الأيام عليكم ما فيش مشكلة ده على أساس إنها فطرت رمضان اللي فات اللي هو 30 يوم وما أطعمناش مساكين عن الثلاثين يوم تمام إنما لو هي فطرت 30 يوم فإحنا أطعمنا 30 مسكين خلاص هي برئت زمتها تمام تمام يا سيدي إنت بقى عايز تصوم وتهب السواب ليها خير وبركة توكل على الله بنيت الأجرين يعني لو هي برافو عليك برافو عليك بتقرأ ختمة قرآن وتهب السواب ليها بتصلي وبتصلي ركعتين بنيت إن ربنا ينور لها قبرها وبتصلي بنيت إن ربنا يسكنها الفردوس الأعلى وبتصلي بنيت إن ربنا سبحانه وتعالى يفسح لها في القبر مد البصر وبتصلي بنيت إن ربنا يجعلها من المكرمين وهكذا تمام ماشي ماشي شيخ مراب في أسئلة تانية شكرا على رأسي يا حبيبي شكرا تفضل سلام عليك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر